لا أحد مهتم بما يحدث في اليمن رغم أنه يواجه كارثة إنسانية وماسات خطيرة خلاصة بيان صحفي أصدرته المجموعة البرلمانية الأوروبية حول الوضع في اليمن أبدت فيه استغرابها من كون الجميع لا يتحدث عن اليمن مع أنه البلد الأكثر عرضة للخطر صدر البيان الصحفي عقب انعقاد البرلمان الأوروبي في مدينة ستارسبورغ الفرنسية حيث ناقش البرلمان في جلسة خاصة الوضع اليمني واتخذ قرارا بشأن الوضع الإنساني فيه دعا قرار البرلمان الأوروبي كلا من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لممارسة الجهود من أجل إنجاح قرار وقف إطلاق النار وضمان طرق آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالإضافة إلى فتح المطارات والموانئ ووفق البرلمان الأوروبي في كتور بيشتنارو فإن ممارسة الضغوط على السعودية وإيران هو ما يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبي تاتم طالبات البرلمانيين الأوروبيين بتدخل الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع الإنساني بعد تعرض قرابة ثمانية عشر مليون يمني للجوع الشديد في ظل تأكيد المنظمات الدولية إلى احتياجاتهم العاجلة للمساعدات الإنسانية والإيوائية يرى برلمانيون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون له دور رئيسي لإحداث انفراجة في جدار الأزمة اليمنية باعتباره وسيطا نزيها ويطالبون دولهم بالانخراط في دور فاعل يعمل على تشجيع الحوار بين اليمنيين ويؤدي إلى يعادة الثقة بينهم ترجمة نانسي قنقر